بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سنترس في الشريحة الثالثة طرق عزل جزور المعادلة لنتعرف أولا على حل المعادلات ماذا يعني بكلمة حل المعادلة كثيرا ما نحتاج في المواضيع الهندسية إلى إيجاد الجزور الحقيقية للمعادلات التي من الشكل FX يساوي إلى الصفر سنسمي هذا النوع من المعادلة نعطيه الرقم واحد حيث أن الدال لFX دال لمعرفة ومتصلة على فترة مغلقة ومحدودة ولتكون AB يوجد نوعان من المعادلات من الشكل واحد النوع الأول هو المعادلات الجبرية والتي تحتوي على دواء الجبرية فقط ككسيرات الحدود والعمليات عليها النوع الثاني من المعادلات هي النوع الذي يسمى بالمعادلات المتسامية والتي تحتوي على دواء مثل ساين إكس كوساين إكس ساتش كوساتش إي أس لغارتم إلى آخره الآن يمكن أن نناقش موضوع تالي إذا كانت الFX دالة بسيطة غير معقدة فيمكن إيجاد الجزور بكل بساطة فعلى سبيل المثال إذا كانت الFX هي X نائس واحد فإنه لإيجاد جزور أو حلول هذه المعادلة يمكن أن نضع X يساوي هذا يؤدي بكل بساطة X يساوي إلى الواحد وحل هذه المعادلة أما إذا كانت الFX دالة معقدة ولتكن مثلاً عشر ساين تربيع X نائس إي أس إيكس هذا النوع من المعادلات لإيجاد جزوره غالباً تكون هذا النوع من المعادلات ذات شكل معقد لذا نلجأ إلى طرق تقريبية لإيجاد جزور هذا النوع من المعادلات لنعرف الآن ماذا يعني بكلمة جزر أو حل المعادلة لنعطي التعريف التالي تعريف تسمى القيمة Z جزراً للمعادلة واحد أو صفراً للدالة FX إذا جعلت الدالة FX معدومة أي إذا عوضنا بدل كل X بالZ فإن F بالZ يصبح يساوي إلى الصفر حولتها إلى مطابقة الآن سنفترض خلال دراستنا القادمة أن للمعادلات التي من الشكل واحد جزوراً معزولة فقط ماذا يعني بجزر معزولة؟ يعني أنني أستطيع أن أوجد فترة جزئية صغيرة لا تحوي على أي جزر آخر للمعادلة سوى الجزر الزتة أي أنه لأي جزر من جزور المعادلة واحد يوجد جوار لا يحوي أي جزر آخر لهذه المعادلة سوى الزتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته